اشتركوا في القناة اشتركوا عنا ذلك سامحهم الله قال خوفا من ان تتأثر فتتشيع خوفا هل تخبأ الحقائق خوفا من المذاهب هل يكتم يكتم الحقيقة حتى لا قومي مذهبا على مذهب دعونا من ذلك ايها السادة فقد مضى زمان يستعمل فيه الدين متكأ لسياسة الاشخاص وقد مضى الزمن الذي يستغله من سمي بامير المؤمنين ظلما ليعيث في الارض فسادا فما امير المؤمنين الا رجل اقام ميزان الحق عليه اولا ووزن نفته بالشريعة ثانية ووضع ميزان الاسلام عليه وعلى اسرته ثالثة فهذا امير المؤمنين اما ان يكون اميرا ببيعة تأخذ قهرى او بانتخاب يأخذ تزويرا ورشوة فهذا ليس اميرا لأحد انما هو امير هواه ونفسه وشهواته حقيقة يجب ان اعلنها